السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم مع فيديو جديد انا محمد عليه وفي الفيديو بتاع النهاردة هنتعلم مع بعض ازاي انك تقدر ترجم اي موقع انترنت موجود قدام عينيك تقدر تحوله للغة اجنبية من لغة اجنبية اللغة العربية تعتمد عليها ايا كان اللغة اللي بدعمها الموقع ده فدي طريقة مميزة جدا هتخليك قادر على تصفح جميع صفحات الويب على مستوى العالم اي صفحة بقى عايز تتعلم انك تشوفها هتقدر انك تصفحها على مستوى العالم بطريقة سهلة جدا ومميزة لو بدخلت الموقع زائدين انت عايز تشوف الاخبار اللي فيه وتطالع على كل حاجة فيه كل اللي بتعمله انك بتروح لي متصفح جوجل تروح لجوجل وتكون موجود جوه متصفح جوجل كروم وكل اللي بتعمله اضافة ترجمة جوجل وتضغط ضغطة واحدة هتظهر معك الاضافات اللي تقدر تضيفها طبعا هتسيبك من الترجمة الخيار الاول وهتنزل هتلاقيها على طول في الخيار الثاني تقدر انك تعمل لها اضافة للمتصفح الموجود عندك بطريقة سهلة جدا كل اللي هتعمله ه هتدوس على ترجمة هيدخلك على الاضافات الموجودة في متصفح جوجل كروم هتقدر تعمل لها اضافة الى المتصفح طبعا هيقول لك تثبيت الاضافة على طول هيقول لك تم تثبيت الاضافة بعد ما يقوم بعمليات التحقق بطريقة سهلة جدا طبعا بيقول لك استخدم الاضافة بالنقر عليها ويمكنك ادارة الاضافة في قائمة الادوات وقدر اتحكم في الاضافة من خلال قائمة الادوات لو جيت هنا تاني للموقع اللي موجود معايا طبعا الاضافة هلاقيها موجودة عندي فوق هنا في خانة الاضافات اي ان كان لغة المتصفحة اللي موجودة عندك يمين شمال هتلاقي بنفس الطريقة ده ان اتوصل لها هتلاقي الاضافة اللي هي ترجمة جوجل ممكن اعمل لها تثبيت تكون من الحاجات اللي ظهرت قدام عين اي موقع حابب ان انا ترجمه كل اللي بعمله ان انا بغط على الاضافة واقول على ترجمة هذه الصفحة في سمانية معدودة هلاقي الصفحة تحولت لغة عربية بكل التفاصيل بكل كلمة قدر ادخل اي رابط وتتصفح كل اللي انا عايزه في الموقع كل الموقع تحول قدامي لغة عربية قدر استطلع اللي انا عايزه هلاقي هنا مجموعة من الاجراءات في تمت الترجمة العربية وقدام مني حلول تانية اقدر ان انا اختارها مجموعة من اللغات كبيرة جدا اقدر ان انا اعتمد عليها وفي لغات اكتر اقدر ان انا اضيفها وممكن اعمل اظهار الاصل وارجع الاصل الاضافة ارجع تاني لما كانت عليه وفي يقاف الترجمة لهذا الموقع او العودة للاصل اقدر ان انا اعتمد اي موقع ادخل اقدر ان انا اعمل له ترجمة في بعض نسخ الويندوز وفي بعض اصدارات جوجل كروم مجرد ما بتدخل صفحة باللغة الاجنبية بتظهر لك تنافذة منبسقة يترجم الصفحة ولا لا انت عايز ترجم الصفحة دي فبيترجمها لك بشكل مباشر او بتدوس علامة صح لترجمة كل الصفحات واقدر ان انا اعتمد عليها بشكل كلي لو جينا هنا كده على الاداة وضغطنا عليها كليك يمين هيدخلني على مجموعة من الخيارات مجموعة من الخيارات اللي قدام منه جديد هي عند ان نقرأ ده الاضافة للترجمة او لي الموقع ده قدرنا يترجمه لي دايما الموقع ده اول ما ادخله او على جميع المواقع ان هو يترجم لي كل المواقع اثناء الدخول اليها وهنا في خيارات تانية قدر ان انا اعتمد عليها اللي اشفتها برا اللغة وعدم ظهور نفذة منبسقة او عرض النفذة منبسقة وعدم ظهور ان النفذة تظهر لك او ما تظهر لكش بطريقة مميزة للغاية اقدر كمان ان انا ادخل للاعتدات الخاصة بالاضافة جوه المتصفح نفسه وعمل لها تعديل طبعا اقدر ان انا اخليها تعمل عند النقر بس او على جميع المواقع مواقع محددة على مواقع محددة او على جميع المواقع واعمل لها كمان استماح في وقت صفح المغفى والستماح بالدخول لعناوين وجمع الاخطاء الحاجات دي كله اقدر ان انا اضيفها من خيارات الاداة بطريقة مميزة جدا و لو انا مش محتاجة في النهاية اقدر ان انا اعمل لها ازالة من ازالة الاضافة او من الخارج بطريقة سهلة جدا. طيب عشان انا اقدر اشغل حاجة ازا كده على متصفح مختلف لو انت عندك متصفح مختلف سواء كان او او ايو سي اي متصفح من المتصفحات اللي انت بتعتمد عليها في شغلك ازاي تقدر تحول المتصفح ده او تخليه يقوم بعملية الترجمة ده من خلال تشغيل اضافة جوجل كروم دي على متصفح وده ان شاء الله هنشرحه في فيديو جاي اتمنى ان شاء الله الفيديو يكون عجبك ووصلنا نهاية الفيديو شكرا ليكم بدون انفرعاية الله